الحقيقة أنا بفتح تويتر دلوقتي لقيت إيه؟ لقيت علي معلول أسطورة أهلوية أو معلول أسطورة أهلوية بالفعل هو أسطورة أهلوية ويستحق كل الاحترام وكل الحب يستحق كل الاحترام وكل الحب ممكن نكون أو جمهور الأهلي يكون زعلان شوية عادي فيش مشكلة زي ما قلت لحضراتكم يا ما بتعدي على الواحد يا ما دقت على الراس طبول يا ما زي ما الجمهور ده بيطلع على الواحد سبع سمة زي ما أزعلان منه بمقدار الحب اللي أنا بحبه لعلي معلول بمقدار الحب اللي أنا بحبه لمحمد الشناوي بمقدار اللي أنا بحبه لمجد قفشة ولشريف ولكل اللاعبين أنا مش عايز كل شوية أو كرر عدد اللاعبين ولكن كل اللاعبين ومحمد الشناوي ده الفترة اللي فاته تعرض لحملات غير طبيعية تخلص على أي حد ولكن واقف واقف وسط الناس وفسط الأمواج وواقف بيحرس عارين النادي بأهلي خلي بالحضرتك أنت مجرد أن أنت تبقى حارس مرمى النادي الأهلي دي مش سهلة فما بالك أن أنت تبقى واحد من أفضل الحراس في أفريقيا اللي لم تكن أفضلهم مش كلامي ولكن ده كلام الابتحاد الأفريقي بالمناسبة فمحمد الشناوي وعلي معلول والصيل في الأرض وزعلانين حقهم أن هم يزعلوا طبعا لأنه الفترة اللي فاتت كانت صعبة من كل الأمور لكن يا علي يا محمد يا مجد يا أفشا يا شريف يا كل اللاعبين حضراتكم اللاعبين 150 مباراة في سنتين كلام اللي أنا قلته لحضراتكم بارح 150 مباراة في سنتين لعبينهم إيه اللي بيحصل ده إيه اللي أنا شايفه ده 150 مباراة في سنتين 75 مباراة في الموسم الواحد ويمكن أكتر محمد الشناوي لا 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 محمد الشناوي برضو ما ينفعش يحط رأسه في الأرض ما ينفعش نزعل هو ما ينفعش يزعل بالعكس لازم تأوموا الفرقة وتوقفوا الفرقة قبل مباراة يوم الخميس القادم وقبل المباراة اللي داخلين فيها بعد كده في الدوري ثقتنا كبيرة جدا 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 في اللاعبين في كل اللاعبين كل يوم هناخد مجموعة النهاردة عندنا مجموعة بكرة عندنا مجموعة بعده عندنا مجموعة يوم الخميس عندنا مجموعة في الآخر هنحاول نجيب أكبر عدد من اللاعبين هؤلاء اللاعبين اللي ساهموا في حصول النادي الأهلي خلال 3-4-5 سنين الأخيرة على عدد كبير من البطولات حنفضل في ظهرهم وحنفضل وقفين معاهم لأن هذا الفريق وهؤلاء الأبطال يستحقوا مننا كجمهور إن احنا نفضل في ظهرهم ونفضل وقفين معاهم من النهاردة أنا لن أشجع على شيء أنا سوف أشجع على شيء واحد فقط وهو المسندة والدعم اللي عايز يقول بيطب بيطب اللي عايز يقول أي حاجة يقولها ما عنديش مشكلة لكن في النهاية ده فريقي ده شعار فريقي ده الفريق اللي أنا بحبه أنا كجمهور فلازم حفضل وراءهم عشان أكسب يوم الخميس وإن شاء الله ربنا يكرمني بعد كده في المباريات اللي بعدها في الدوري ونشوف اللي حيحصل إيه محدش لسه عارف الدوري لسه طويل 11 مباراة نخلص بس المباراة يوم الخميس ونشوف المجهود والقتال جوى الملعب علشان في النهاية نسقف لكم مهما كانت النتيجة مهما كانت النتيجة نطلع نشوف محمد الشناوي بطل عظيم واحد من عظماء النادي الأهلي خلال هذه الفترة نطلع نشوف محمد الشناوي تقرير بسيط عن محمد الشناوي ده مش حاجات كبيرة ولكن أنا بوري حضراتكم واحد زي علي معلول واحد زي محمد الشناوي شوية وحوريكم مجد أفشة وشوية وحوريكم محمد شريف اللعبة دي يا ما جابت بطولات ويا ما حتجيب بطولات خلال الفترة اللي جاية محمد الشناوي أسد النادي الأهلي